موسيقى ثالثة عصرا بتوقيت القاهرة موجز لآخر الأخبار من قناة تن أهلا بكم لقي ستة أشخاص من العناصر الإرهابية مصرعهم على يد قوات الأمن حيث عثر بحوزاتهم على أربع بنادق آلية وبندقيتين خرطوش هذا بالإضافة إلى كمية من الطلقات وعبوة ناسفة ووسائل عاشة وبعض الأوراق التنظيمية كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتتولى نيابة أمن الدولة العليا التحقيقات وكانت معلومات قد وردت لجهاز الأمن الوطني عن تمركز مجموعة من العناصر الإرهابية الهاربة من الملاحقات الأمنية بإحدى المناطق الجبلية المتخمة لطريق أسيوتسوهاج الصحراوي الغربي بدائرة مركز شرطة جهينة وعند مدهمة الوكر الإرهابي بادرت العناصر الهاربة بإطلاق الأعيرة النارية سوب القوات ما دفعها للتعامل معهم قالت وزيرة البيئة ياسمين فؤاد إن مشروع إعادة تدوير البطاريات المستهلكة والتالفة أوتوماتيكيا بشركة النسر للصناعات الكيميائية بالمنطقة الصناعية السابعة بمدينة السادات بمحافظة المنوفية سيؤدي إلى وفرة في المواد الخامة المستخدمة في صناعة البطاريات من خلال معالجة وإعادة تدوير هذه المواد مثل الرصاص والبولي بروكلين بالإضافة إلى إنتاج بلورات كابريتات السوديوم وأشرت الوزيرة خلال افتتاح المشروع أنه يحقق تنمية مستدامة على ثلاثة مستويات اجتماعية واقتصادية وبئية حيث تبلغ التكلفة الإجمالية للاستثمار في المشروع نحو 6 ملايين وثمانمائة ألف يورو قال رئيس الهيئة العربية للتصنيع الفريق عبد المنعم الطراس إنه تم بحث مجالات تعاون مع رواندا وذلك في مجالات تصدير مواد البناء بالتنصيق مع كافة جهات الدولة جاء ذلك خلال لقاء جمع الطراس بالسفير الرواندي صالح هبامانا حيث أوضح الفريق عبد المنعم الطراس أن اللقاء تطرق أيضا لرغبة الدول الأفريقية لفتح مجالات جديدة لمصر في أفريقيا مضيفا أن لقاء السفير الرواندي يعتبر لقاء مبدئيا في سلسلة لقاءات مشاركة بين الجانبين نظم حزب مستقبل وطن عددا من الفعاليات الخدمية بمختلف المحافظات لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل المواطنين حيث نظمت أمانة الحزب بالقاهرة عدة منافذ مؤقتة لبيع لحوم والسلع الغذائية والخضروات بأسعار مخفضة في عدد من المناطق كما أقامت أمانة الحزب في محافظة بني سويف منفذا لبيع المواد الغذائية بأسعار مخفضة بعدد من قرى المحافظة كما نظم الحزب أيضا عددا من الفعاليات المشابهة بمحافظة الوادي الجديد شيع الآلف من سكان قطاع غزة جثمان الشهيدة أمل الترامسي البلغة من العمر 43 عاما والتي ارتقت برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلية أمس أثناء مشاركتها في الجمعة الثانية والأربعين لمسيرات العودة وكسر الحصار شرطية القطاع من جهتها أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد الترامسة وإصابة 185 مواطن آخرين من بينهم 25 بالرصاص الحي ومسعف وصحفيين خلال جمعة الأمس هز انفجار قوي العاصمة الفرنسية باريس وقع قرب أحد المخابس في منطقة الدائرة التاسعة وأدى إلى اشتعال النيران فيه حيث أسفر الانفجار عن وفاة أربعة أشخاص وإصابة 32 آخرين بحسب تصريحات جهاز الإطفاء من جهتها أضحت الشرطة الفرنسية أن حريقا اندلعت له انفجار قوي مرجحة فرضية تسرب للغاز في سياق آخر تشهد فرنسا موجة جديدة من تظاهرات حركة السطرات الصفراء وسط تخوفات من تجدد أعمال العنف والتخريب أعلنت مصدر دبلوماسية في كوريا الجنوبية أنهم من المنتظر أن تعقد سيول وواشنطن اجتماعهم الثالث لمجموعة العمل حول كوريا الشمالية وذلك الأسبوع المقبل من جهته قال مصدر دبلوماسي أن الجانبين ينصقان التفاصيل الخاصة بالاجتماع المقرر في النصف الثاني من الأسبوع المقبل رياضيا يصعد دولي محمد صلاح نجم المنتخب المصري لقيادة فريق ليفربول الإنجليزي نحو استعادة نغمة الانتصارات عندما يحل ضيفا على برايتون بملعب فالمر في الخامسة من مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من عمر مسابقة الدور الإنجليزي الممتاز وخسر ليفربول مبارته الماضية في المسابقة أمام منشستر سيتي بنتيجة اثنين إلى واحد بينما ودع مسابقة كأس الاتحاد أمام ويلفر هامبتون بعدما خسر بالنتيجة ذاتها كما يتصدر ليفربول جد ولا تدرتيب الدور الإنجليزي برصيد أربع وخمسين نقطة إلى أن نلتقي اشتركوا في القناة